مشاهدين الكرام أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لأربع مشروعات استثمارية واستشارية دعما للتنمية الاقتصادية في مصر وإفريقيا وده في قطاعات رئيسية من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل بتشمل المشروعات اللي بتستهدف دعم مؤسسات العمال الصغيرة والشركات المتوسطة الحجمة برنامج استشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر بهدف وضع إطار تعقدي بين الحكومة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين المحلية للتوسيع عن نطاق توطية الرعاية الصحية الشاملة للمصريين وتحسين جودة الرعاية وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر أيضا اتفاقية مقايدة بالعملة المحلية مع بنك مصر لتوسيع قدرة المؤسسة على دعم الشركات المصرية التي تحقق إرادات بالجنيه المصري وتعاني من قيود على العملات الأجنبية أيضا يعتبر التمويل بالعملة المحلية أولوية رئيسية لمؤسسة التمويل الدولية لأنه يسمح لها بزيادة برنامج الاستثمار الخاص فيها في مصر وتمويل مشاريع في خطاعات اقتصادية حيوية أيضا استثمار 100 مليون دولار في بنك القاهرة يتضمن قرد بقيمة 50 مليون دولار لزيادة توفير تمويل المشروعات متنهية الصغر والصغيرة والمتقصطة في القطاع الخاص وتم توجيه نصف هذا المبلغ لمؤسسات الأعمال والمشروعات المملوكة للنساء بالإضافة أيضا إلى تسهيل تمويل التجارة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الصادرات والولدات المصرية باعتبار بنك القاهرة شريك الاصدار في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية أيضا استثمار مباشر بيصل لـ 30 مليون دولار إلى جانب محفظة استثمار مشترك بقيمة 20 مليون دولار في صندوق SBE-BEF وهو صندوق الاستثمار المباشر بتدير شركة SBE Capital لإدارة صندوق الاستثمار المباشر دعما للشركات المتوسطة في مصر وشمال إفريقيا ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء كمان بيخصص 25% من رأس المال المستثمر للصندوق على الأقل للشركات والمشروعات التي تمتلكها أو تقودها نساء وسيساعد الصندوق على تحفيز خلق فرص العمل وزيادة إنتاجية الأسواق ودعم رواد الأعمال في المنطقة تم التوقيع على المشروعات الأربعة أثناء زيارة سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون إفريقيا لمصر وعلى هامش يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر وهو منتدى مخصص لمنقشة فرص التنمية الإقتصادية وتحدياتها في مصر كمان مخصص لدور المؤسسة والقطاع الخاص في مساعدة مصر على تحقيق أهدافها وهي الأهداف المرتبطة بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل قال سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا أن يوم مؤسسة التمويل الدولية واستثماراتها في القطاعات الرئيسية في مصر دليل على التزامنا المستمر بدعم الأهداف الإنمائية في البلاد على مدار ما يقرب من خمسين عام عملت مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز تنمية القطاع الخاص خاصة في ظل التحديات الإقتصادية وعدم استقرار الأوضاع الإقليمية وتخطيط المؤسسة وتخطط المؤسسة للتقديم المزيد حيث يساهم القطاع الخاص في دعم تحقيق إمكانات مصر الإقتصادية الكاملة وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة شهدين الكرام إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذه التقطية بشكركم على حسن المتابعة وإلى اندقاء شكرا